نيجي بقى للموضوع اللي أثرت الدنيا وهنتكلم طبعا عن موضوع المينيا وإحنا كنا بنقول إن مش يحصل حاجة يعني ولا حد هيتقبد عليه ولا هيحصل أي إجراء وإنه فاجأ بإنه ياريت الحكومة كانت سكتت لا ده الحكومة طلع منها إنه عرضت الموضوع على شكل إنه إشاعات والحقائق اللي هي دايماً بتصدرها فالإشاعة يا جماعة إنه تم إغلاق ثلاث كنائس يعني دي الإشاعة طبعا يعني قصة إن إحنا هتلاقي صورة تاني كده مكتوب فيها الإشاعة والإشاعات والحقائق فطبعا يعني تعليقات من تعليقات الناس قال لك الحكومة بتقول ما فيش كنائس وغلقت في المينيا وما فيش مشاكل تمام يا حكومة المينيا أصلا ما فيهاش أقباط فهنبص نلاقي إن إحنا عندنا كذا طبعا جمعنا لحضراتكم كل السور اللي بتتكلم عن الموضوع ده وبالتحديد الموضوع الخاص بإنه زي ما قلت حضراتكم الموضوع إنه شائعات ده يعني شائعات يا جماعة يعني قالولنا إن دي إغلاق ثلاث كنائس بالمينيا إرضاء لبعض المتظاهرين دي تعتبر شائعات ومحافظة المينيا بتقولك كده لا صحة لإغلاق أي كنيسة أو منشأة دينية بالمحافظة وتشدد على حرية إقامة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون والدستور لجميع المواطنين على حد سواء دون تفرقة اللي هو فين؟ اللي هو طب القرى اللي ما فيهاش دي ولا كنيسة ده اسمه إيه؟ طبعا كمان من اللواء قاسم أمين ومن الواضح إنه هو سيادة اللواء كان برضو مبعوط هذا يعني زي اللي بيتبعت للصحفيين اللي هو بيان صحفي كده كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول أغلاق محافظة المينيا ثلاث كنائس لأجل غير مسمى إرضاء لبعض المتظاهرين المعترضين على وجود كنائس بالمحافظة تواصل المركز مع محافظة المينيا والتي أوضحت إن تلك الأنباء غير صحيحة الأنباء غير صحيحة الأول فيديوهات اللي احنا شفناها دي كلها أنا مش فاهمها دي نقول عليها إيه مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق أي كنيسة أو منشأة دينية بالمحافظة وشددت المحافظة على حرية إقامة الشعار الدينية اللي بيكفلها القانون والدستور ولجميع المواطنين على حد سواء دون تفرقها وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تفتيت الوحدة الوطنية وحدة السفتنة طائفية يعني اللي انتو شفتو يا جماعة ده الناس اللي عادة تقول إرحل إرحل معرفش هما شايفانهم انهما كانوا بيقولوا المين إرحل والكاهن والزباط اللي اللي هما استاعوا الطريق وهندخل نجيب ونخرج ببرة القرية وبعد كده راح حاطينه ويمدخلينه في عربية نص نقل هو اللي معاه وناس قال من القرية مسكين عصيانه الكلام ده كلها جماعة ده إشعات اللي انتو شفتو بعنيكم ده والفيديوهات دي كلها دي إشعات ما تصدقوش ما بسش نصدق غير الحكومة طبعا يعني انتو بتعرفوا حصل من الحكومة هي الحكومة اللي صح قالت لك كل اللي انتو شفتوه ده ده إشعات ده بيسموه مش هارف اليوجين اللي هو حاجة بس يعني انتو شفتو حاجة غلط حلمتو كان كوابيس يعني الموضوع ده ما هواش صح بالمرة 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 انسوا 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 وطبعا اتكتب في صفحات الصحف كلها وكان على رأسهم طبعا صحيفة اليوم السابع الحكومة لا صحة لغلاق اي كنيسة او منشأة ديناب ومحافظة المينيا ما فيه شي جماعة خالص خالص احنا فلة وشامعة منورز على رأي عمر أديب وكل حاجة تمام وبدأت الناس بتجيب لهم الأرشيف وبدأت نعمل الإحصاء بالأعداد اللي هي انتو بتتكلموا في ايه يعني ازاي يعني اللي هو ايه طيب طب هي فين اللجنة اللي كان كانت يعني شكلها سيادة الرئيس وفيها يعني قيادات أمنية كبيرة وناس من المخابرات يعني مش يقدوا طب الفيديوهات دي طب يا محافظة المينة بتقول ده على أساس ايه لو فردنا برضو ان الكنيس او المكان المباني دي مش وقدة تصريح ولا حتى مقدمة مثلا أوراق للتقنين طب انا عندي قانون بيقول ان اي مكان محتاج كنيسة المفروض ان انا اعمل كنيسة فانت النهاردة بتقول الكلام ده على أساس ايه يعني اللي هو ايه وحرية المعتقد وحرية الممارسة الشعائر والدستور والكلام الجميل ده اللي احنا عايزين نشوفه في الحقيقة مش عايزين مجرد ان احنا كده يعني جمعا من اكتوبر 29 اكتوبر 2017 في جريدة الشروق قالك بعد اغلاق اربعة كنائس اسكا في المينيا بيقول هل الصلاة جريمة يعقب عليها القانون يعني انت احنا بتكلم من اكتوبر مش بس كده ده فيه من قبلها كمان فيديو انتشر اليومين دول تاني لابراهيم عيسى القوي الحقيقة هو بيتكلم على الموضوع ده كان في 19 يوليو 2019 يوليو 2016 يعني متخيلين الموضوع يعني اللي هو من امتى وإحنا بنتكلم على الموضوع ده اللي هو في ايه يعني ازاي انتو ازاي الموضوع بهذا الشكل يعني وهو تحت عنوان ايه اللي يدايق مسلم النمسيح يصلي يعني انتو بتتدايقوا ليه كلام ده من 2016 والموضوع ده مستمر وما انتهاش وتيجوا انتو يا حكومة تقولون ان اللي احنا شفنا ده كله اشعاعات وانتو بتواجهوا الموقف ازاي يعني عايزيننا نصدق ان ده اشعاعات وان انتو صح ولا المفروض ان انتو تاخدوا موقف قدام كل دول وده بيدي طبعا جرين لايت خلاص لكل الناس اللي هي هتتجمهر قدام اي مكان على اعتبار انهم بينفزوا القانون وانهم مع الحكومة بقى الله يعني مع هالحكومة بتقولهم احنا مغلقناش اماكن ودي ما كانتش اماكن صلة اساسا فيلا بقى بينا في اي مكان زي كده حتى لو نصحين بيصلوا فيه لكنها معاك ترخيص وريني الترخيص ما معاكش ترخيص لا احنا قسفين مش اللي هو يتعامل العكس اللي هو ان انتو انه هيبقى فيه قرارات وانه هيطلع ترخيص للاماكن دي عشان يتم فيها الصلة غزبا عنكو لا ده مش هيتم مع الدولة الدولة عايزة تقولنا ان دي اشعاعات وان ان انتو متوهنين وانه ما فيش اماكن بتتقفل وان ان انتو المخطئين لكن احنا صح والمتشددين والغوغاء دول صح والامن صح وكلنا صح وانتو بس يا مساحيين اللي غلط نسمع ابراهيم عيسى تاني اللي زي بقول لحضراتكم من 19 يوليو 2016 الكلام ده وكان وقتها برضو فيه موضوع المتشددين وضربوا كناز كنيسة برضو بالملوتوف في احدى قرى الصعيد برضو او في المينيا بالتحديد لان احنا المينيا هي العامل يعني هي يعني الحاجة المحافظة الوحيدة مش علشان الانبة مكاريوس لأ شوفوا علشان ايه ادرسوا وشوفوا المينيا فيها ايه ايه مشاكلها عودوا مع المحافظة اللي بتجدب دي عودوا اللجنة دي بقى فين ابتدوا اشتغلوا وشوفوا ايه اللي بيحصل ده وشوفوا دي اللي مطلعة عاصم عبد الماجد وكل القيادات بتاعة الاخوان والكناز اللي اتحرقت كلها بساعة الاخوان الكم الكبير اللي اتحرق اناك في المينيا يعني عندكم المينيا فيها مشكلة وقلنا قبل كده اللي بيتغدى بيا بكرة هيتعش بيك يعني اذا كنتوا انتوا سايبينهم علينا دلوقتي بكرة هيروحوا لكوا انتوا وهتشوفوا اللي هيتعامل فيكوا واحذروا غضب ربنا نسمع ابراهيم عيسى الحقيقة واللي هو بيتساءل برضو سؤال مهم جدا يعني دول بيتجمعوا ازاي بييجوا ازاي بييجوا منين يعني معنا كده اكيد ان فيه في الجامع خطبة والايمان بتاع الجامع اللي بيستسرهم والناس دي بتتجمع ازاي ويبقوا بدل ما هم مثلا خمسة ولا ونبصي لاقي الف واحد اتجمعوا مين اللي بيحردهم مين اللي بيحرقهم مين اللي بيخليهم يتجمعوا وايه اللي بيدر واحد مسلم انه حتى علشان يروح يطلب انه تصريح تصريح ايه عم ما انت عندك كام زاوية وكام جامع وكام حاجة بتصلي ولما بتفرش الشارع بيبقى معاك تصريح انك انت تفرش الشارع وتصدل وتقفل الشارع وتشوف كل الكلام ده بيبقى معاك تصريح يعني انت مش فاهمة بتتكلم على ايه وليه كل شوية نقول ان المسيحي ده لازم يبقى معاك تصريح طب هل المسلم ده معاك تصريح في كل مكان بيعمل فيه ولا نعمل ايه ولا المفروض ان احنا نبتدي نعمل كده بقى وتعال وريني تصرحكم وزا انتم عندكوش تصريحات لازم تتقفل الاماكن دي يعني هو ايه في ايه نشوف ابراهيم ميز هل لما بيتنايش في جوامع هل بيجاب سرطه في خطب طب مين المجموعات اللي بتطلع بشكل علني تقول الكلام ده طب بيجمعوا ازاي مثلا بيبقى فيه خمسة ستة يقوموا متقدمين الموضوع ويبقى ويتكلموا فالناس تتلمى حواليهم فيسكنوا فيسكنوا فيبقى انت مشكلتك مع السبعة حاجة ومع اللي بيسكنوا حواليهم حاجة تانية وبعدين من اللي بيحول الكلام اللي هو ازاي ابن كنيسة ومش عارف ايه الى حركة وفعل طيب حد درس ده حد درس دور العمد حد درس ليه العنف بيوجه في موضوع الكنيسة مين قال لهم طب بسعتها المفروض يبقى بكل الجوامع المدارس الفصول المسؤولين يقول لهم يا جماعة مش فاهمين انتوا ليه مديقين انه فيه ناس بتصلي لربنا يعني قارية فيها ستلاف سبعة تلاف واحد مسلم والف واحد مسيح ناس وهيعملوا كنيسة مديقين من ايه يعني ده بيط الله مش قدمت بيعه انه صامع مديقين من ايه يعني مش فاهم ان ليه دايق مسلم في انه فيه كنيسة الناس داخلين يصلوا فيه يوم حد قال له اما قال المسيح اللي الماكرافون في البلكونة بتاعته كل شوية ادم وخطبة واللوم منصرنا على اليهود والنصارى يعملوا ايه بقى دولة يعملوا ايه انا عايز افهم اذا انكتشتوا طيقين انه ناس مشى عائلات مشى راحة تصلي في كنيس يوم حد مش فاهم بيديقوا في ايه ايه بيتصير اعصاب اهاليكو فيه انا عايز افهم يعني الرفض ولا يسلم الشرف الرفض ليه يعني ان شاء الله اللي يضير اي مصب اي بني ادم طبيعي سوي عائل فيه انه فيه ناس بتروح تصلي لله ده لازم يدرس الكلام لازم نسأل الجمال اللي راحوا ضربوا وفجاءوا بتاعه وحرقوا بتاعه يا تعالى انت قاله هو ايه بقى ان شاء الله مش عاجبك ليه بقى فيه كنيس ايه فين بقى طلعلي كده اخويا من اي كتاب كده اقول لي انه ممنوع بنا الكنيس او ان الناس اللي المسحين يصلوا مين قالوكم الكلام ده مين قالوكم ان الدين بيقول كده مين وشيقكو جوهلاء جوهلاء متطرفين واجوهلاء اللي بقول الكلام ده لو انت في في الدول العربية اللي بتمنع كنيس ما ده المفهوم ما ده المفهوم الوهابي اللي بقولك عليه حد درس ده حد مارس هذا طب بالقانون بقى يا حبيب انت وهو الكنيسة دي لقى تصريح وهتتبني وشوف انا واحد فيكو بقى يتكلم عنه او يقرم بينه والقانون هيتنفذ والطب لا يعمل الدارة ويعمل لف ونضوب يعمل معلش ونيه ده يعمل يا سيدي فيه كنيسة بعد قريتين وبروحة وحتى ده ده حاجة كمان حسنات زيادة انك انت بتطبع شاء تروح الكنيسة اللي هناك هذا امر يعني كما هو واضح امامكم بمنطقة صراحة يعني انا اتكلمت وصلت غاية البرانيل واحتمال عدتها كمان علشان يبقى لله ان احدا قد قالها في هذا البلد وانه الموضوع المكشوف كده وعلى الواضح لو استمر هذا الامر بهذه الطريقة فنحن اذا مشكلة تتراكم الاستخفاف بها والتخفيف منها لا يمكن ان يحتمل مجتمع سوي فضلا ان هذه المشكلات المتراكمة هي ضد القانون وضد الدستور وبالتأكيد ضد الدولة المدنية وبالتأكيد انتصار للدولة الدينية السلفية الوهابية التي يريد ان يحكمنا بها مسؤولون يعني اجهزة دولة فتتخلى اجهزة الدولة عن سلفياتها وتلتزم بدستورها وتحترم واطنيها وتطبق قانونها مش على طريقة نلبس كم واحدة عشان بس نبقى واضحين ان احنا قلنا ان احنا عملنا قانون كنيس بونا كنيس اوكي؟ ولما بتيجي تقدم علشان يبقى فيه كنيسة في اي قرية او في اي مكان ده الدنيا ما بتمشيش بسهولة بيقولك الحالة الامنية لا تسمع اللي بيحصل من الاقباط منذ زمن كبير جدا وخصوصا في الكرة والحاجات اللي حتت اللي زي كده انه بيكون فيه بيت لا عليه صليب ولا عليه منارة ولا عليه قبة ولا اي حاجة خالص والناس بتصلي فيه طب ما هو يعملوا ايه؟ فإيه اللي يدركوا برضو وليه قصة كل شوية طيب والبيت ده يا سيدي لما بيقدم لك بيقدم اوراق للتقنين انت حتى ما بتدلوش الترخيص ده يعمل ايه؟ قلولي لو انتوا مكانهم تعملوا ايه؟ يبقى الحل انه لازم يروحوا القرى اللي جنبيهم صح؟ طب ما هو انت ما هي البيضة ولا الفرخة انت مش هايست ديهم ترخيص ليه؟ عشان بتقولهم ان الحالة الامنية لا تسمع فلما هما يجوا يصلوا وروح شوية الغوغاء دول متجمعين وهي الحالة الامنية لا تسمع ليه؟ ما هو انت يعني ايه قصة ان حالة امنية لا تسمع؟ ايه قصة ان هما دول فعلا؟ يعني ايه اللي بيدرهم في ان الناس بتصلي؟ يبقى انتوا اللي لازم تطبقوا الدستور في حرية ان تعتقدوا حرية العبادة وحرية ان يكون فيه دور عبادة تقولولهم انتوا مالكم انتوا مال اهليكم يعني كده بالزبط انتوا مالكم احنا هندي للناس دي ترخيص هتحلوا المشكلة ادوا يا عم ترخيص وخلصونا يعني ليه مش عايزين تدوا ترخيص؟ ليه حتى كام كنيسة مقفولة ومتقدم لكم اوراق تقنينها ومش جاينة عندها لغاية دلوقتي عشان ما نتحكش على نفسينا ونيجي يقولك اما هو ما كانش كنيسة ما هو ما حدش قالك ان هي كنيسة بمعنى كنيسة حتى الانبا مكاريوس قالك كده قالك احنا ارتضينا ان ما يكونش فيه صليب ولا يكون فيه قب ولا منارة ولا اي حاجة بس عشان الناس تصلي يعني حتى مستكترين ان يكون فيه 30 متر الناس تروح تصلي فيه ايه يا جماعة فيه ايه؟ يعني هو دي المشكلة وان انتو حطتلي روادة في المنشور لازم تاخد ترخيص طب يا سيدي انا بقولك ان انا عايز كنيسة كنيسة بقى كنيسة مش عايز تديني تصريح طب يا عم انا بصلي في الحتة دي خد يا سيدي الاوراق دا المكان دا من راجل صاحب البيت دا متبرع بيلي الكنيسة وهنعمل فيه مسبح صغير وهالناس هتتجمع وتصلي فيه في الزنقة والخنقة دي حتى دي معترض عليها حتى دي مش هستديني حقها طب اعمل ايه يعني انتو قلولي كل المسلمين بيشوفونا وكل الناس المسلمين اللي معانا على بصفحات قبل موقع التواصل الاجتماعي قلولنا نعمل ايه واي حد بيبني عمارة يروح عامله زاوية فيها علشان مش عارف ما يدفعش درايبة ولا مش عارف ايه هل بياخد ترخيص هل كل زاوية وكل الجوامع وكل الحتة اللي موجودة دي في كل مكان واخد ترخيص هنقولها تاني اللي بيتفرش السجاد ويقفل الشوارع ده واخد ترخيص يعني خلينا يعني خلي في عدل وعدم تمييز ما تحوليش ليش انت لو دفت من شعر وبعدين تقولينا الغلطانة طب ما انا عايزة كنيسة ما تحللي الموضوع ده هو اللي بتحصل ده كل مرة ليه احنا عايزين كنيسة وانت تفرض سلطتك وتقول انه ايوة هنعمل لهم كنيسة ومن حقهم منهم يصلي وهنديهم ترخيص تبقى المشكلة تحلت ولا ما تحلتش والموضوع بسيط ولا مش بسيط تفرض السيطرة وما فيش حاجة اسمها دول